اشتركوا في القناة قهوة الجزوة تختلف تسمياتها ويبقى المسمى واحد حيث يسميها البعض الركوة ويطلق عليها في بعض البلدان العربية دلة وتسمى عند اشقائنا في تونس والمغرب بززوة والجزوة هي الليناء الذي تصنع فيه القهوة ويكون شكله اسطوانيا مستوي القعر ويصنع عادة من النحاس والحبيب له مقبض طويل يكون مصنوعا من مادة الخشب اما طريقة تحضير قهوة الجزوة حسب ما توارثناه من اجدادنا فيه سهلة جدا بقدر ما هي معقدة اذ ان اي زيادة او نقصان في تفاصيلها يمكنه ان يفسد علينا مذاقها الجميل ينبغي اولا استخدام حبوب البن ومن المهم ان يطحن البن مباشرة قبل التحضير والحصول على مسحوق ناعم نوعا ما ويعد هذا الامر ممكن باستخدام مطحنة يدوية وفي هذه الحالة نحتاج للقليل من الصبر عند التحريك او استخدام آلة خاصة للطحن حيث يمكنها طحن حبيبات القهوة وجعلها ناعمة تملأ الجزوة او الركوة كما يحلل البعض تسميتها باربعة فناجين من الماء الذي يشترط ان يكون باردا مع اضافة ثلاث او اربع ملاعق صغيرة من السكر اليه دون تحريكها ثم توضع على النار وبمجرد خليان الماء ترفع الجزوة عن الموقد وتضاف اربع ملاعق صغيرة من مسحوق القهوة الى الماء ويحرك المزيج جيدا ثم توضع الجزوة على الموقر مرة اخرى وبمجرد غليان القهوة علينا رفعها ويمكن تحريك السطح بلطف بملعقة صغيرة للتخلص من فقاعات الرغوة الكبيرة لكن يجب ان لا تحرك مشروب القهوة بالكامل داخل الجزوة وتكرر هذه العملية من مرتين الى ثلاث مرات لتصبح بعدها جائزة ويمكن ان تنتظر الى ثلاثين ثانية قبل سكبها في الفنجان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة